الصدقة لما فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين وقدر قدرها فتح أيضا بابا واسعا من البر من خلال صدقة التطوع التي تعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى من غير الفريضة والصدقة مستحبة في جميع الأوقات لا سيما وقت الحاجة وقد جاء الحث عليها في كتاب الله تعالى حيث قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة والفلوة هي ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يسر بصدقته بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ويستحب للمسلم الصدقة على المحتاجين من أقاربه الذين لا تلزمه النفقة عليهم كأعمامه وأخواله والزوجة على زوجها الفقير وغيرهم وذلك أفضل من الصدقة على غيرهم لقوله تعالى يتيما ذا مقربة وفي الحديث إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذرحم اثنتان صدقة وصلة كما يجب على المسلم أن ينتقي من ممتلكاته المال الحلال الجيد المحبب إلى نفسه لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما يسن الإصرار بإخراجها لكون ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة وأقرب إلى إكرام الفقير قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كالاقتداء به في الإنفاق وتشجيع الحاضرين فيستحب إظهارها مع انتباه المسلم لنيته وتعاهدها وفي الزكاة والصدقة تطهير للنفس قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كما أن فيها اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لبلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا كما أن الله تعالى يخلف للمسلم ما أنفقه فيقول عز وجل وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ وَمِنْ فَوَائِدِ صَدَقَةِ وفي التطوع كذلك تحصيل الحسنات وتكفير الذنوب وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل وقال خير الأنبياء وأجود الناس صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له